اشتركوا في القناة ومعالي الشيخ سلمان بن ابراهيم شكره وتقديره وامتنانه لأعضاء الجمعية العمومية والاتحادات الوطنية على ثقتهم بتسكيته لولاية ثالثة رئيسا للاتحاد الاسيوي وأوضح في كلمة ألقاها خلال أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجمعية العمومية الاسيوية والذي أقيم اليوم في البحرين أن آسيا أصبحت بوصلة العالم الكروي بإمكاناتها واستضافتها المبيزة للأحداث الكروية المختلفة وقدرتها على ترجمة الطموحات لواقع إيجابي يستهدف كل عناصر الكرة الاسيوية هذا وهنأ رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة المملكة العربية السعودية بمناسبة اختيار الجمعية العامة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمملكة البحرين بالإجماع السعودية لتنظيم نهاية كأس آسيا 2027 وذلك للمرة الأولى في تاريخها اشتركوا في القناة